اشتركوا في القناة في بعض الاحداث بتتجدد وفي بعض الاشياء والواقعية التي تحصل في الواقع بتخلينا لا بد من تحتم علينا ان نطلع لايف وعلى الاقل نطمن الناس ونبصر الناس بشي قاعد يحصل الحمد لله رب العالمين بعد دخول القوة في سنجا تم دحر عدد كبير جدا من المرتزغة والمجرمين الناس اللي كانوا داخلين على سنجا وانكن قبل ساعة بالتحديد ظهر البيشي داخل الفرقة 17 سنجا رغم حسب الاعلام بتاع الجنجاويد والاعلام القحاتي واعلام الناس المرجفين ظهر البيشي داخل سنجا والحمد لله رب العالمين قبل نصف ساعة اخونا التومهجو اعلن انه سنجا آمنة تماما ومطمئنة وكل الناس الان في مواقعهم والجيش الان مرتكس في مواقعهم والحمد لله رب العالمين جاد قوة من الفاو وجاد قوة من سنار يمكن صدت الهجوم الشرس جدا على مدينة سنجا انحنا في اللحظات الان المحتاجين فيها بصورة مباشرة لتحرير الجزيرة في اللحظات الان المحتاجين فيها الشعب السوداني لمنع كل التلفلتات الحصلت في جبل موية والحصلت في سنار ونظافة الشارع على الاقل الرابط بين سنار النير البيض كل دفانات الشارع ده طبعا من اهم الشوارع ومن اهم المناطق الحيوية اللي يتمد الناس بكل المواد الغذائية بالعمل التجاري يعني اي زول جاي مخترب من بور سودان دار يمشي كردوفان ولا يمشي النير الابيض ما في طريقة الا يمر بسنار وما في طريقة الا يمر عبر سنجا او عبر جبل موية الطريق ده الان ده الطريقة الوحيدة الرابط بين كل الولايات والرابط بكل السودان الطريق بتاع سنار والحمد لله رب العالمين زارهم اخونا الغايد العام للغوات المسلحة واخونا الكباشي جليس النار نحن اتفاجأنا مفاجأة فقط بانه القوى المتمردة اتسللوا من جبل موية والبغايا كانوا موجودين في جبل موية ومشوا اتجاه سنجا وعسكروا هناك في الغابة بتاعت الحرية بين سنجا والدالي وعسكروا هناك وتحركوا مشوا ليسنجا وقبل ساعة فقط البيشي اعلن نفسه من داخل سنجا من داخل الفرغة سبعتاشر سنجا يبقى السؤال المفروض ان الناس تسللوا كيف لو كانوا سبع عربات عشر عربات الكلام الجاء اول ومن المصادر ومن كل الاعلاميين والناس اللي كانوا حتى من المصدر المواطن المباشر قالوا سبع عربات فقط معاهم ثلاثة واربعة مواتر وتم السيطرة على فجأة كذا الناس اتفاجأوا بانه قوة كبيرة جدا قرابة الخمسين عربية وعشرين موتر كلهم هاجموا سنجا وكانوا موجودين في الاحياء اعتقد لحد الان في بقايا من الجنجويدة الان موجودين داخل سنجا لو الليلة البيشي طلع حي من سنجا وطلع حي من الفرغة سبعتاشر يبقى المزألة دي واضحة جدا فيها لعبة كبيرة جدا فيها لعبة من الغوات المسلحة نفسها من قيادة الغوات المسلحة نفسها يبقى في طابور خامس داخل الغوات المسلحة لانه انحنا الليلة اذا كان البيشي موجود في الفرغة سبعتاشر وبيقى موجود لحد الان وما تم اغتياله مباشر أو تم ضربه بطيران أو تم تدمير كل الغوات دخلت الفئة البيشي لو البيشي ده فقط مرق هو لو البيشي ده مرق براه طلع براه فقط كل الغوات انتهت داخل سنجا وماتوا كلهم مرق إلا البيشي تبقى المزال دي فيها لعبة كبيرة جدا والشعب السوداني يعرف ذلك نحن الكلام ما بنقوله ولا من جامل زون ولا من جامل حتى الغوات المسلحة نحن ولا من جامل نفسنا ولا نكذب على نفسنا ونكذب على الشعب السوداني الآن البيشي دخل سنجا دخل قبل ساعة جايبينه متداول وجايبين الفيديوهات مباشرة من الفرغة 17 سنجا أنا سنجا كنت موجود فيها وكان عندي مكتب فيها هناك بعرف مكاتبه جيدا بعرف مكاتب الفرغة جيدا بعرف حتى المباني ألوان المباني الموجودة فيها الفرغة 17 سنجا منعرفها جيدا ومنعرف طبيعة البيئة بتاعتها أول حاجة ما فيها ما أرضي جبلية عشان يقوله الناس ديلة الضاروا في الجبال ولا أرض فيها أشجار مكسفة عشان يقوله أن الناس ديلة عمروا تشويش للطيران الآن البيشي أعلن نفسه من داخل سنجا معاه زولة المجربة الاسم كيكل داخل المباني بتاعت الفرغة 17 لوليلا القوات المسلحة الجات من الفاو والقوات المسلحة الجات من النيل الأبيض والقوات المسلحة الموجودة كانت في سنار والفرقة الموجودة الفرغة كلهم فريق ركني فريق ركني جايين من الخرطوم وجايين من بورسودان والطيران الموجود والدبابات والمدرعات والمدفعية والدنيا القائمة وقاعدة لو ما قادرين لهم على زول عقيد فقط واحد من ضمن دفعته آلاف العغدة من ضمن الناس القدامه والناس الخلفه والناس القدامه من فريق الليوا الليقيره الناس الموجودين كلهم ما قادرين لهم على زول واحد اسمه البيشي مقدم يبقى على الدنيا السلام ويبقى على الغوات المسلحة السلام إذا كان الليل البيشي مرق حي من سنجا تاني البرهان ما تصهر لنا في أي موقع من مواقع الغتال ولا تجي الطم من الجنود ولا أخونا شمس الدين الكباشي تصهروا لنا في أي موقع من المواقع ويبقى المزألة فيها خيانة واضحة وتكون واضحة جدا أنه فيها مهما كان الإعلام القاحات نازل قاعدين يطلعوا إعلام يقولوا الجنجاويد دير وصلوا سنجا لو الجنجاويد ما وصلوا سنجا وبيقى إعلام كاذب يبقى أنه تبقى المزألة الإعلام فعلا كاذب لكن لو وصلوا سنجا حتى لو موترين فقط ودخلوا جوة تاني مهما كان الإعلام يبقى الإعلام صحيح ما كاذب لأنهم هم دخلوا ودخلوا الأحياء ودخلوا عملوا زعزة على المواطنين والناس خرجوا من سنجا وهم جايبينهم ظاهرين في الفرقة 17 يبقى المزألة دي عشان ما تقول لي القوات المسلحة ما قادرها إذا كان الفرقة 17 فقط براه مفروض الفرقة 17 تبيت كل القوة دخلت من الجنجاويد اللي بيقوده مقدم فقط اسمه البيشي وين المقدمين الدفعة بتاعتين البيشي وين الناس القيادات القدامه من عمدة وين الألوية القدامه والفرقة القدامه إذا كان ذو الواحد بقويم نفس الناس وبقويم نفس الكلية الحربية كلها وبقويم نفس الأساتذة بتاعتين الكلية الحربية اللي هم شمس الدين الكباشي ذو الأستاذ في الكلية الحربية إذا كان بقيادة البرهان نفسه وبقيادة كباشي نفسه وبقيادة ياسر العطاء نفسه وبقيادة كل الدنيا قايمة وقاعدة في السودان على أساس أنه دازول واحد اسمه البيشي مقدم بيجي بيحتل الفرغة 17 بعدد من العربات تبقى دي كارثة حقيقية أنا بفتكر أن القوات المسلحة تبقى الخيانة من فوق وتبقى الخيانة من الفرغة نفسهم وتبقى الخيانة أن الناس ديال مدارين يزالهم كيف يعني يشوشوا شنو عندهم أجهزة بتاع التشويش هل المواطن قاعدين يشوشوا عيون المواطن الناس ديال بيدخلوا بكميات الغابة الكارثة موجودين فيها غابة الحرية عربات ومواطر بيصورة كبيرة جدا وبكميات لو كان أنه يت عندك أجهزة بتاع التشويش هل المواطن ما شافهم بعينه أنه متحركين الناس ديال ما شافهم موجودين في الغابة ما شافهم متحركين على سنجا لحد يتسقل سنجا الشعب السوداني كله ما بجيب خبر كل الشعب السوداني ما في زول جايب خبر ما في زول عارف ان الناس دين داخلين على سنجا ما في زول عنده معلومة لحد يوصلوا قالوا فجأة في سنجا انا قلقت المعلومة اول الناس واول زول كاتبة في الصفحة راجعوا الصفحة دي اول ما كتبت قلت سنجا امن ومطمئنة كتبت الكلام ده لانه عارف الشرارة وعارف فيها حاجة وكثير من الناس قضبوا الخبر في ناس بيقول لي اخ انت كيف تكتب كلام مبهم الكلام ده ما صح وما في سنجا ما فيها حاجة واحد قال لي انا داخل سنجا سنجا ما فيها حاجة وهو كالزاب لانه انا متأكد بنسبة 100% سنجا فيها حاجة اول زول اتحداكم حتى عبد الماجد عبد الحميد واخواننا الموجودين الصحفين اول الناس انه كتبت الان سنجا امن ومطمئنة كتبت الكلام ده العصر قبل ما الناس تبدأ طلقة وقبل ما يبدو الضرب وقبل ما تبدأ اي حاجة انا كتبت الكلام ده في الصفحة قلت لكم راجعوا الصفحة وراجعوا التاريخ بتاع المغالة الان موجود كتبت ثلاثة كلمات قلت لكم سنجا امن ومطمئنة في واحدين قال لي سنجا فيها شنو كمان كيف تذكر سنجا ذاته لانه الموقع اللي بذكره انا لانه مصادرين من هناك قالوا لي الناس ديل موجودين والناس ديل داخلين على سنجا دخلوا خمسين عربية وعشرين موتر بعد شوية قالوا سبع عربات بعد شوية واحدين دارين يأكدوا الخبر انه ده خبر بتاع قحاته والناس ديل ضد الغوات المسلحة والناس ديل دارين يتكلموا ساكت وما في كلام زيدي الآن الحصل الكلام والآن الناس ديل موجودين في الفرغة 17 والبيشي موجود معهم خون البرهار رسالتنا لك واضحة خون شمس الدير رسالتنا لك واضحة خون ياسر العطر رسالتنا لكم واضحة لو الليل البيشي مرق من سنجا دي مرق من سنجا ومرق آمن براه فقط عشان ما تقول لي والله يزاق وقبضنا الناس المعاه وقتلنا معارف الاستخبارات بتاعينه وقبضنا سواقه وقبضنا سجم ورمات عندنا ليكم خيارين ما تم اغتيال البيشي وتم تصفيته أو تم أسره جبتوا لينا وجبتوا للشعب السوداني بالواضح كده انه ده البيشي الآن استلمناه من الفرقة بتاعة سنجا يبقى سنار مبيوعة يبقى النيل الأبيض مبيوع يبقى السودان كله مبيوع يبقى كل المدن الآن محاصرة يبقى السودان كله الآن محاصر تاني ما في ولاية الآن غير برسودان كل الولايات الآن أصبحت محاصرة تماما بيعاز من الجيش نفسه بيعاز من الغوات المسلحة نفسها بوجود البرهان نفسه بل الحكاية دي كلها بكون هنا واضعين على يدهم لأنه لا يمكن عقيد فقط مقدم فقط يقويب نفس الشعب السوداني كله ويقويب نفس المستنفرين الليلة ان احنا اكتر من آلاف الناس جبناهم من الدمازين آلاف الناس وديناهم من النير الأبيض آلاف الناس جبناهم من برسودان آلاف الناس جبناهم من الكلية الحربية نفسها اللي هم قيادات كلهم يقويب نفسهم زول واحد اسمه البيشي وظهر لكم الليلة بالفرقة 17 موشا بتاعة السنجة لو الليلة البيشي دا ما تم اغتياله ولا تم جيبانه حي للشعب السوداني والناس عرفوا تماما ان الزول دا خلاس يهود استلمه حي تبقى المزألة فيها لعبة كبيرة جدا واللعبة تكون تامة من التومهج ونفسه الان قاعد يصرح واللعبة تامة من البرهان واللعبة تامة من كباشي واللعبة والله احنا لابن جامل زول ولم نجامل القوات المسلحة نفسها لانه لا يمكن زول مقدم فقط يقويب نفس الناس وقاعدهم بل كذب وانه ياخي ناس بخشوا عشر عربات عشرين عربية قول سبعين عربية ميض عربية فيها سنجة فيها كم عربية سندار فيها كم عربية النير الابيضة دخلوها كم مدفعية وكم عربية الطيران الماشي كم الدبابات كم المدرعات كم اذا كان زول بيجي بروي على الامنين وبروي على المواطنين وبخشوا باستلم الفرقة راجين شنو ان احنا كقوات مسلحة اذا ما نقش الشعب السوداني ولا نخدع الناس ان احنا والله الحمد لله رب العالمين حنحفر معهم باللبرة ونكتلهم وقبضناهم البيشي ده لازم الليلة بالليل ده لازم يتم القبض عليه لازم يتم اغتياله لازم البيشي ده الآن يتم استلامه ما استلمت البيشي اذا ما فيه اي حاجة ولم نكلم الناس انه والله انتصرنا ودقينا وقتلنا كله كذب ساكت وكله امنيات وكله بكون كلام بتاع احلام وكله بكون ما فيه اي غتال الآن على ارض الواقع الكلام ده بكون كذب لانه البيشي مدام دخل انه الفرقة 17 وتصور فيها قبل ساعة وبيجي التوم هجو بقول ما فيه حاجة والبلد امنى وسنجة امنى سنجة ما امنى سنار ما امنى اندير الابيض ما امنى كردفانات ما امنى كل البلد الآن انا بفتكر انه البرهان قاصد انه يسلم للجنجويد تسليم مفتاح كلها زي ما سلمنا الجزيرة نحن الليلة نتكلم عن انه انه دارين اجتاح الجزيرة دارين حرر المناقل دارين حرر الجزيرة دارين حرر حنتوب دارين حرر المناطق دي كلها في نفس الوقت بيجيبوا الليلة بيهجمونا في سنجة بيجيبوا لينا ثاني موقع جديد انه استلموهم تكلمنا عن بابا نوسى تكلمنا عن انه تم دحرهم في الفاشر مشوا استلموا الفولة المزالة دي عشان تكون واضحة على الناس بتبقى تسليمة المدن واحدة تلو الأخرى المدن دي تم تسليمة لأنه بالتراخي بتاع الجيش وبالتهاوم بتاع الجيش وبالإعلام الكاسب القاعدين ان احنا كل ما يوم ننشر ونبس ونتكلم ونطمن الناس ان الجيش السوداني يتحرك والجيش السوداني فعل والجيش السوداني حيستلم ان احنا في الرفس الوقت من يجبنا تفاجأ يعني الليلة كباش انت وجودك في سنجة معنا وشنو طيب النازل دخلوا سنجة كيف ومشوا سنجة بوين ومشوا بياتوا اتجاه وبياتوا طريق عشان تجد قولي يااخر والله الأجهزة ما رصدتهم والأجهزة بتاعت التشويش حقتهم قاعدة هل المواطن ما شافهم سنجة دي منطقة كلها تحيط كل المناطق كلها غورة انا كنت في المنطقة بتاعت سنجة كلها مشيت انا طفت كل الولايات الولايات بتاعت سننار انا يوم من الايام كراعد كسرت فيها وكنت لافي فيها بعرفة بالمنطقة من السوكي وسنجة وشنباتة والغريسلي والمناطق شرق سننار دي كلها وغرب سننار كلها بما فيها الدندر بما فيها السوكي بما فيها لحد نايل لحد قرية نايل المنا والتمارك على الدمازين اذا كان المناطق دي الليلة بيستيطر على الدعم السريع موجودين الآن في سنجة سنجة دي فيها جبال عشان تقول ليه البيشي مكة الناو سنجة فيها فيها أسجار مكسفة عشان تقول ليه نحن معرفنا محل البيشي وين ما عندنا مشاه ما عندنا مدفعية هل ما عندنا نحن دبابات ومدرعات عشان تكتاح الكلام ده وتقتل الزولة الاسم البيشي ده بالتحديد ما في ناس فدائيين يقدروا يقتل البيشي بالتحديد كل الكلام ده نحتاري ما منقدر نصدق البرهان والله يا البرهان مهما جيت وأكلتم مع الناس الكوجة مهما أكلتم لحلوبة مهما شربت الكل والله مهما أكلتم وشربت مع الجنود الآن في الغطوطة العمامية نحن تريد منصدق أي قير إنه تقتل لنا البيشي وغير إنه تقتل الزول الاسم وكيكل الناس اللي اتنين ده ما تم اغتيالهم إذن يبقى تكله كذب وضرب على الهوى ساكت وكله كلام بتاع تخدير وتخدير للشعب السوداني وإنه نحن والله انتصرنا ومشينا وتقدمنا وكله كذب وكل ما يستلموا ولاية الناس دي لو استلموا سنجة معنات استلموا كنانا واستلموا مطار كنانا معنات استلموا نير الأبيض وأول ما استلموا نير الأبيض أخسم بالله العظيم بعد ده ثاني السودان كله باعتبار إنه تحرر تماما من حاجة اسمه فعلا جيش فلون من حاجة فعلا اسمه خلاصة الجيش ده ثاني أثبت تماما عدم كفاته ناس إخواننا تدربوا لهم عشر سنة من تم تكوينهم والخطابة لطلعوا البشير سنة 2013 أول تكوين لهم كان 2013 الناس دي لو ما كوانوهم من الأمية سنة ولا كوانوهم قبل 50 سنة ولا عندهم خبرات بتاعة 40 سنة و50 سنة متراكمة ولا عندهم خبرات في الغتال أكتن من 30 سنة ناس تم تكوينهم 2013 عبر البرلمان السوداني من البشير من 2013 للليلة إذا كان مقدم فقط بقوي من نفس الكلية الحربية مقدم فقط بقوي من نفس البرهان الفريق الرقم مقدم فقط بقوي من نفس الناس في النير الأبيض وسنار والدمازين وبرسودان وكسل يبقى ما في داعي للقوات المسلحة أصلا ولا في داعي لوجودة أصلا وفعلا كلام الناس القحاتة كانوا بقولوه على مستوى السورة ما عليش ما عليش ما عندنا جيش بيتحقق الليلة أنا الكلام ده بقوله وبرسل الورسالة لو الليلة البيشي ما تم اغتياله ولو كيكل ما تم اغتياله بوجودهم الآن على مستوى سنجة لو طلعوا بأي اسلوب لو لبسوا طرح لو لبسوا ملايات لو لبسوا عبايات وطلعوا من سنجة أحياء أنا بفتكر أنه في لعبة كبيرة جدا وشعب السوداني بعدما عليه يصدق أي زول ما تصدق أي زول قال ليك أنه نحن سوينا ودقينا والله الناس ديال والجيش ده تقدم والجيش ده ماشي نحن خلاص الناس ديال نفتكر أنه معاهم قوة غريمية معاهم قوة دولية معاهم قوة بتاعت استخبارات مخابرات عالمية قاعدة تدعمهم الناس الدخلوا سنجة ديال بس كم الدخلوا سنجة ديال عددهم كم عددهم كم هل الدول دي كلها موجودة الآن في سنجة هل في أكتر من مليون نفر الآن موجودين في سنجة ولا دخلوا بإعداد محددة وبعروات محددة وبمواثر محددة مفروض القوة دي بس حتى لو بيقت مدعومة دوليا لو بيقت مدعومة بأجهزة بتاعة التشويش العين المجردة ما علىها أجهزة بتاعة التشويش والعين المجردة ما محتاجة لتشويش أصلا الناس ديال شايفينهم عينك عينك يا هم ديال وجو دخلوا الفرقة بتاعة السبعة عشر سنجة إما تبقى الغاية بتاع الفرقة بتاعة سنجة بايع المزألة أو البرهان ذاتوا بايع المزألة ولا كباشي ذاتوا بايع المزألة والمزألة تكون واضحة للناس عشان ما تقضعوا الناس ولا تخموا الشعب السوداني ولا ترجو يا خلح إحنا منتظرين الليل تحرروا لنا جبل موية لحد الآن هم موجودين جيوبنا الآن قاعدة في جبل موية منتظرين الناس حرروا سنار هم موجودين الآن في سنار أنا معرفة البرهان ده كان قاعدوا في سنار ودخلوا كيف سنجة إذا كان إحنا الليلة منتظرين الجيش دي حرر المناطق دي و لحد الآن ما قادر يحررها بيجوا الليلة بيدخلوا لنا فهاجئونا بي سنجة بكرة حيفاجئوك بي كنانا بعد بكرة حيفاجئوك بي كوستي بعد بكرة حيفاجئوك بالدويم وبيربك وبعد شوية حيعلنوا سيطرتهم على كل السودان أول ما استلموا كوستي واستلموا كنانا واستلموا النيرة الأبيضة خلاصوا نعلنوا سيطرتهم على السودان كله كل السودان خلاصوا استلموا الجنجويد سيكون الناس تكون واضح الكلام ده يكون واضح مع الناس الحارب ده أخواننا ما لعيب ساكت الكلام ده ما لعيب ساكت ما في حاجة على أرض الواقع على الآن ياخي البيشي دخل خلاص الزول ده دخل الليلة دخل السنجة اقتلوه داخل السنجة دي خلات أبقى لما أغبرته دمروا بي طيران بي ميج بس اخوي بي قيروا زول قاعد وقالنا يهود الان موجود في الفرقة 17 منتظرين بيهو شنو طيب بعد عرد يقول لك والله كتناهم ودقيناهم وبعد ذلك زول ده عرد مش براه وفات ما تم اغتيال البيشي ولا اغتيال كيكل اقسم بالله العظيم الغوات حقتهم كلها معناها قاعدة ومعناتها موجودة ومسيطرين على زنجة وحيسيطروا على كل المناطق نحن محتاجين الان الزول ده لازم يتنبلوا الليلة ده كلام ده احنا منقوله والله من باب الزعل ومنقوله من باب الشرقان الشي في انه احنا على ارض الواقع نظر ربنا صحواته على العانة التوفيق شعال الناس ميجوا يتكلموا ساكت ويقول لك يا اخي انت اصبر والحكاية دي اخي الناس دير يا زول الجيج ده والله اشتغل والجيج ده دقاهم والله يدمرهم وانتهى منهم البيشي مات ولا حي سؤالين السؤال ده انا بسألوا للقوات المسلحة الآن موجودين اخواننا الآن قاعدين تابعونا والقوات العمر الخاصة الموجودين في سينجا الآن القوة دخل السينجا كلها ماتت منتاز طيب المواثر حقتهم كلها دخلوا بها سينجا كلها انتهت العربات بتاعاتهم دخلوا بها سينجا كلها انتهت البيشي مات ولا حي لو بيقى البيشي حي تبقى الغوة دي كلها طلعت تبقى الغوة كلها طلعت وعردت وكلهم جوا دخلوا دقوا وروعوا الامنين ومشوا السؤال ده مفروض طوال يتوجه لأخونا البرهان ويتوجه لأخونا شمس الدين الكباش الزول الاسم البيشي لو بيقى حي وطلع من القوة تبقى دي كارسة حقيقية وإنه ما في أي جهد ولا في كتل ولا في ضرب ولا في فتك ولا في متك ولا في أي حاجة البيشي ده مات في سينجا وبقتل مقبرة نحن بعد ذلك نسلم تماما وبعد ذلك نحن القوات المسلحة دي أي زول تاني ما في اللي بتكلم فيها كل نحن نقطع لسانه أي زول لو بيقى من خليفة دنقر لو بيقى قحاتة لو بيقوا سجمانين أي زول تكلم في القوات المسلحة نحن ننتهي منه تماما نتكلم أن نحن من التصدلاء نحن اللايفاتية دي والناس اللي قاعد يتكلمون في الخارج نحن من تتصدل أي قوة وأي زول قاعد يتكلم في القوات المسلحة لكن لو البيشي الآن موجود في سينجا وقاعد لحد الآن وما تم اغتياله ولا تم ضربه بطيران ولا تم توجيه أي قوة له عشان تبيد البيشي الآن الموجود وبقى حي موجود في سينجا يبقى ما في أي ضرب من القوات المسلحة والأغوات المسلحة دائرة تسلم البيشي ودائرة تسلم كيكل ودائرة تسلم الناس في الفاشر وفي كوردفانات ودائرين يسلمون لهوانات دل كله وتبقى ما في داعي للقوات المسلحة لوجود الآن ذاته ولا في داعي للوجود إنه الناس ذاته نقوي منفسه ومقاعده معهم أصلا عشان ما تكتلوا أبناء الناس وتكتلوا الشعب السوداني بسبب والمجاعة ما شاء طاحن الشعب السوداني والليلة التجار مغليين كل الدنيا التجار الموجودين الآن على مستوى كردفانات والنيلة الأبيض الليلة ملوطة البصل بـ 8000 من 2000 جنيه فقط من 3000 بـ 8000 كيلو السكر ما عارب بيقى بكم الزيت ما عارب بيقى بكم البصل ما عارب بيقى بكم الدقيقة الناس اللي بيأكلوا معارب بيقى بكم يعني غلطة أحنا جدا لوش جيش قاصد إنه يسلم الجنجويد حقوا تسلمون بدون تسليم مفتاح سلمون بيورقة وقلم لو الناس قاصدين يسلموا البيوشي ده سنجا سلموا لأبا ورقة وقلم ما يخش ذاته ولا يقتل زول ولا يطرب زول ولا يعمل أي حاجة أصلا ولا يخش يعني يبيد الناس ولا يتكلم وصلنا ودحرناهم وكتلناهم ودقين القوات المسلحات سلموا لأبا ورقة وقلم خلاص سلموا لأبا ورقة وقلم وقلوا لأسمح تعالي تدائر شنو دائر سنجا مش يستريم دائرنا النير الأبيض سلمناك لا شا ما تبقى المسألة مسألة كلام شاكي تيجي التوم هاج يصرح يجي داك يصرح والله الحمد لله دقينهم ودوغناهم خسائر فاتحة جدا في الأرواح والعطات كذب كذب وقسم بالله ما يموت البيشي ده داخل سنجا وما يموت القيادات بتاعنا البيشي الناس القدامه المعاه أربع خمسة من قياداته وكانوا جنبه ما يموتوا داخل سنجا وتبقى لهم مغبرة ما يطلع ضلع من سنجا دي معناته ما في حاجة وقسم بالله العظيم الرهان الآن بيننا وبين البرهان والرهان الآن بيننا وبين أخونا شمس الدين الكباشي الرهان بيننا وبينكم الآن وجود البيشي في سنجا البيشي ده مات في سنجا نحن في محلنا ده نقتنع تماما إنه وقوات المسلحة شيقالة البيشي ده مارك من سنجا وقسم بالله العظيم تاني لو تخطوا يدكم في المصحف مش تقول لي بايعنا بيعات الموت ولا وقفنا والله لو عملتوا أي حاجة نحن ثاني ما نصدقكم نظر ربنا صحاته عالي عانوا التوفيق والنصر والسواج يزاكم الله خير بارك الله فيكم تخبروا تحياتي يا سين البشير السلام عليكم لأن ما في زول يجيني يقول لي إذا تشكك في الجيش ما داري شكك في الجيش ولا داري شكك في لغات المسلحة لكن زول بيجي بتسلل من جوى الموية وبيطلع على إحنا البيش دا قلنا مضروب قالوا موجود في حلة مهرة ومضروب ومعوق والزول دا دارين يعالجوه طلع كله كذب ساكت بيصهر الليلة في سينجا بيقوة غوامة آلاف الناس موجودين دخل كيف ومشه كيف سينجا ذاته خشا بياته اتجاه وبياته طريق والغوات المسلحة معقول مراسدة لا في استطلاع لا في استخبارات لا في جهاز أمر لا في أهياد عمليات ما في كل الكلام دا وين الرصد الرصد المباشر بالعين المجردة من المواطنين بس خلسي بق من التشويش ولا عندهم أجهزة ولا ما عندهم أجهزة العين دي العين دي بتشوف أي حاجة فيه جهاز تشويش مبخل للعين تشوفوا يعني ولا كيف جزائكم الله خير وبرك الله فيكم طبع بياته ياسين بشير